يواصل المجلس الانتقالي هجومه ضد الحكومة الشرعية التي أصبح جزءا منها ما يعكس تناقضا كبيرا مع نفسه ومع سياسته المتبعة في ظل حملات القمع الممنهجة والاعتقالات التعسوفية ومنع الفعاليات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن يقدم الانتقالي نفسه معارضا مع احتفاظه بالسلطات والوزارات باعتباره ممثلا في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي وفي الوقت ذاته يمارس سلطة الامر الواقع في عدن وشبوى والسقطرة وجزء كبير من محافظة أبيان وفي سياق التصعيد عاد القيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بورايك مجددا إلى الواجهة متهما للحكومة الشرعية بالخيانة والإرهاب بن بورايك الرجل المتهم بارتكاب جرائم الاغتيالات في عدن وتلطخت يده بالدماء الأبرياء عاد ليتهم الحكومة وخاصة حزب الإصلاح قائلا إن أي حكومة فيها ممثلون عن حزب الإصلاح تعتبر حكومة خائنة للوطن والمواطن هجوم بن بورايك على الحكومة يتزامن أيضا مع عودة تنظيم القاعدة إلى محافظة أبيان مستغلا للهجوم الذي راح ضحيته نحو 32 جنديا وهي الورقة التي تعود للواجهة من جديد وتخفي خلفها علامات استفهام عديدة عودة بن بورايك بالحديث الذي يطلقه من وقت لآخر بات واضحا أن غرضه التشويش وتعزيز الانقسام وتحدي مجلس القيادة ورئيسه رشاد العليمي الذي لطالما ردد وأكد على أهمية وحدة الصف بين المكونات التي يتشكل منها مجلس القيادة الرئاسي تصعيد الانتقالي المتكرر ضد الحكومة الشرعية يأتي في ظل انقسام مجلس القيادة الرئاسي على نفسه وضعف الحكومة وهو ما أغراه لاتكرار الإساءة للحكومة والانقلاب عليها وتهديدها المستمر شكرا